بسم الله الرحمن الرحيم احبتي المشاهدين لقاء يتجدد مرة اخرى مع تاريخ الكويت في الحلقة الماضية احنا وصلنا الى ان الشيخ يابر كان دائما عنده مراسلات هذه المراسلات موثقة راح نتكلم عنها ولكن يعني وصلنا ان الحكومة البريطانية اطلبت من المنطقة دول منطقة بما فيها الكويت ان تمنع اي اعادة تصدير او تصدير مباشر الى الدولة العثمانية ليش؟ لانها اعتبرت ذلك حصار اقتصادي وبدت تحاسب والحقيقة يعني اكو مراسلات كثيرة بين الشيخ يابر والمعتمد السياسي حول هذا الموضوع وجيد اذا كان هناك باحثين او دارسين يعني يدرسون هذه الفترة السياسية والاقتصادية في هذه الفترة فكانوا يمنعون اي بضاع وراح نعرف ان شنون حطوا يعني مقيمين يمنعون يعني هذه التجارة وايضا من الملاحظ في فترة الشيخ يابر مع انها فترة غصيرة ان كان حريص على تسجيل كل قراراته برسائل متبادلة مع الاطراف البريطانية هاي راح نشوفها يعني مميزة في حكم الشيخ يابر وهو بذلك حافظ على تدوين عمله في تلك الفترة راقم يعني حكم القصير والصور ان هذا شدع عليه هذا يدل على ان كان اداري ناجح ويدل عليه ان كان رجل دولة يدل عليه ان كان ينظر الى المستقبل كان يكتب يوثق وهذه طبعا كلها مثل ما قد تحتاج الى دراسة نتمنى على مركز البحوث والدراسات الكويتية نتمنى على جامعة الكويت الجامعات الحرة اللي ايضا فيها مراكز دراسات الاساتذة الجامعين دراسة يعني اساتذة التاريخ اساتذة علم الاجتماع السياسي اساتذة السياسة ترى عندنا كم هائل من هذا النوع من الدراسات اللي ممكن ان نسويها في الكويت وبعد ذلك لما شافت بريطانيا ان شيخ يابر يعني حاكم قويذ ونفوذ مثل ما تقول ملمه كانه استطاع ان يوطد علاقاته فمنحوا نجمة الهند دائما البريطانيين يعني وسائل تقاربهم مع العكام انهم يمنحون يعني الحاكم شغلة معينة يسمونها نجمة الهند وهو وسام رفيع ودليل على العلاقات القوية بين الدولتين دائما تبادل الاوسمة بين الدول هذا امر معروف ليومنا الحالي ايضا استطاع الشيخ يابر المبارك من خلال توطيد علاقته مع بريطانيا من حماية الكويت من اعتداء القبائل الاخرى وهي سياسة حكيمة يعني الكويت دولة ضعيفة دولة صغيرة دولة كذا الان القبائل بدأت تنمو بدأت تحاول انها تكون لانفسها دولة وبالتالي طبعا لابد ان يكون هناك يعني حكم متوازن قويذ وعلاقات دولية وهذا بالفعل اللي حافظنا على استقلالية الكويت في قرارها السياسي فاذا في هذه الفترة كانت ايضا الكويت تورد بضائعها ثم تصدرها ترانزيت الى نجد حيث يقوم الكثير من التجار السعوديين بنقل البضاعة من نجد وبعدين يودونها الى اي مكان يوخضونها من الكويت يودونها الى نجد اما لهم او يودونها اي مكان فاكثروا التجار السعوديين يعني صارت ظاهرة يعني صار نوع من انواع التجارة الكويتية تخصص للسعودية فايضا ازدهرت طبعا في هذه الفترة ايضا السعودية يعني ارسلت شخص اللي هو عبدالله النفيسي واصبح مقيم مقيم بالكويت مثل ما تقول نوع من انواع السفارة ما كانش شي اسمه سفارة او سفير ولكن نوع من انواع السفارة ايضا اهني ملك عبدالعزيز شاف بان هذه التجارة ناجحة بالكويت فاراد الملك عبدالعزيز ان تأخذ منهم ضريبة ضريبة من حقه حقه هو مو حق الكويت لانها قال بضاعة سعودية واستفيد منها الكويتيين وسعوديين بس الشيخ يابر عاد شافه اهني بان هذا تدخل في الشؤون الداخلية الشؤون التجارية الداخلية حسب التعبيرات اللي اليوم فاعتذر ان هذه التجارة بالكويت الكويت قائم على التجارة على الترانزيد فانت لما تحط ضريبة وطلب ملك عبدالعزيز ان يونسعوديين يشرفون على هذه الضريبة طبعا بلباقه وبحكمته يعني قال صعب انه توضع ضريبة على السعوديين خاصة انه حتى على الكويتيين بالمواد القذائية وغيرها ما في ضريبة والضرائب الاخرى ما تتجاوز الاربعة في لمية وهو بهالتصرف بهالحكمة بهالمرونة استطاع ايضا ان يحمي التجارة واعطى منعه وقوة للتجار والتجارة الكويتية وطبعا سمح لغيرهم بحرية المتاجرة وهي ايضا سياسة ادعمت التجارة نشطت السوق الكويتي واعطت امان للتجار سواء الكويتين او غير الكويتين معناته بان التجارة في الكويت نمت واصبح حتى التجارة من المناطق الاخرى ايضا يستثمرون في الكويت وهي طبعا يعني يعني يمكن نحتاج ايضا الى دراسة للأسواق الكويتية ذاك اليوم وهني الواحد يذكر يعني الاق محمد عبدالهادي جمال كتب كتاب في الكويت القديمة اعفوا كتب كتاب عن ازدهار اسواق الكويت عن اسواق الكويت اسم اسوار الكويت وايضا دكتور يعقوب الحجي كتب عن الكويت القديمة صور وذكريات ايضا يبينون يعني وين في الاسواق شين الاسواق نوعية الاسواق اصبحت الان اسواق متخصصة طبعا ايه بدت بالصفات وبعدين اصبحت له اسواق هناك متخصصة اذا من الملاحظ اللي نشوفه في عهد جابر ان رغم الضغوطات البريطانية ومحاولة تحجيم التجارة الترانزيت الكويتية الى العراق وبلاد الشام وتركيا الا ان حنكت الكويتين وحكمة الشيخ يابر وقدرته على مسايرة الضغوط والوضع العام فان التجارة في عهده نميت وازدهرت واكسرت الحصار البري والبحري والكويتين على فكرة شطار في كسر هذا النوع من الحصار واكو كثير من الروايات الطريفة ان حتى لما منعوا الذهب كانوا الكويتين يصدرون الذهب بألف طريقة وطريقة يعني بعض الطرق اللي كنا نسمعها ان كان الناس يعني الهند وبيطانيين يفتشون السفن الناغلة للذهب فكانوا الكويتين يحطون الذهب بجدر العيش ويطبخون العيش ولا حد يقدر ما يفكر هذا المفتش ان الذهب في العيش المطبوخ فما شاء الله عندهم يعني افكار كثيرة فاذا الكويتين استطاعوا ان يعني يعني يكسرون هذا الحاجز ومثل ما قلت بان كتب كثيرة ايضا اطلعت كتاب اسواق الكويت محمد عبدالهادي جمال كتاب الكويت القديمة صور وذكريات دكتور يعقوب الحجي والكتابين هذول ايضا اصدرهم مركز البحوث والدراسات الكويتية وفيهم نبذة حلوة عن الاسواق سواء منطقة الصفات اللي كانت مركز التبادل التجاري بين المدينة وبين البادية ومن ثم الى عملية الترانزيت في هذه الفترة ايضا فترة الشيخ مبارك حتى نختم كان موقف شهم للشيخ جابر في هالفترة جماعة من قبيلة العجمان ادخلوا في صراء ادخلوا في حرب مع العكومة الجديدة في السعودية لما الضايقوا الجعوا الى الكويت لما الجعوا الى الكويت طبعا اللي كانوا يلاحقونهم ما دخلوا لانه خلاص الكويت اصبحت الان لها سور واصبع لها حاكم واصبحت لها قوة واصبحت لها حدود فبدأ احترام السيادة الكويتية ولكن طلبوا من الشيخ يابر ان يسلمهم او ان يطلعهم بعدين هم يتولونوا ببرا فهذه ايضا قضية من القضايا الضاقطة على الكويتين وعلى الشيخ يابر وعلى العكومة الكويتية الكويتين اشتركوا في القناة شكرا لكم مرة ثانية مع العودة الثانية وصلنا في النصف الاول من الحلقة بان الكويتين احتضنوا العجمان وشيخ يابر ايضا حماهم ومنع احد ان يعتدي عليهم عقوب فترة قال اللي يبي قاعد يقعد اللي يبي يروح يروح طبعا الاغلبية قاعدوا واصبحوا من ضمن المواطنين الكويتين بعد ذلك توفى شيخ يابر لمبارك الله يرحمه فخلف اخوه الشيخ سالم لمبارك ايضا اهو الحاكم الثاني اللي ايي بعد الاتفاقية ان الحكم في ذرية مبارك فايضا اول ما توله الشيخ مبارك خفض الجمارك مرة اخرى فاصبحت اربع في المية وهذا راح نشوف هذا الرقم الى يومنا الحالي اربع في المية طبعا لغير الغذاء وغير الالعاب الاطفال لان الالعاب الاطفال والغذاء يمكن بدون جمارك واول ما استلم الحكم ابتكر فكرة وجود مختار في الاحياء يعني الكويت فيها مناطق فيها احياء فعين على كل منطقة مختار وهذه ايضا طبعا شقلة يديدة وايضا في عهده استمرت الحرب العالمية الثانية لانه توصل الى 18 وهو استلم 1917 الى الواحد والعشرين في عهده ايضا طبعا استمرت بريطانيا في حصار الدولة العثمانية وكررت الطلب ايضا على الشيخ سالم بانه عدم بيع او ارسال المواد القذائية بس بريطانيا كانت تشوف الكويتين يبيعون ويصدرون فطلبت بريطانيا ارسال مراقبيل من قبلها على الصادرات الكويتية الدور عاد صار مثل ما تقول حزم عندهم فالشيخ سالم شى سوهني رفض قال لا مسألة انكم تيبون ناس يشرفون على التجارة الكويتية بالكويت هاي طبعا ضد حرية التجارة هاي ضد حرية التجار الكويتيين هاي مضايقة للتجار الكويتيين فصار جدل واخذوا عطة بين البريطانيين وبين الشيخ سالم توافقوا بعد ذلك انه خلاص اللي اللي اذا ايه مأمور يراقب الاوضاع لازم يكون تحت نظارة الشيخ سالم وافقوا البريطانيين وبالتالي الشيخ سالم كلف الشيخ عبدالله السالم ابنه الشيخ عبدالله السالم مهمة الاشراف والرقابة على الحصار الاقتصادي على التجارة طبعا مهما يكون كانت في حصار لانه صارت عادة شدة هنا لانه الاوروبيين ادخلوا في حرب العثمانيين بدأوا يضعفون انما طبعا ما زالت الكويت تحافظ على استقلاليتها في ايضا عهد الشيخ سالم احدثت معركة اسمها معركة حمر هذه المعركة جرت بقيادة الشيخ دعي بن سلمان الفاضل الصباح والاخوان بقيادة فيصل الدويش هذه بالعشرين بس قبل حرب الجهرة اي صارت قبل حرب الجهرة الكويتين كان عددهم ثلاثمائة الدويش كان عددهم الفين مقاتل شوف الفارق وشوف النسبة الكبيرة ومع ذلك خاضوا الحرب طبعا الكويتين كثير منهم استشهد بس الميزة ان مرة اخرى ان الكويتين بقبائلهم بتوجهاتهم بمذاهبهم انصهروا كلهم وبدأوا يقاتلون ايا كان اللي قاعد يقاتلهم حتى يكون لون من نفس القبيلة او من نفس المذهب من الشهداء اللي استشهدوا في حرب حمر الكويتين راح نشوف يعني التركيبة الكويتية المجانسة الكويتية شلون كانوا الكويتين من كل الفئات من الشهداء فلاح حيف الهجرف مبارك لهبيدة عبداللطيف ناصر البحر ذياب بن مزجد المطيري فوزان بن علي السعيدي ادخيل الشمري رجه من رجه الموازري الرشيدي جروان بن ليل العجمي خلف المعصب الرشيدي اسليمان بن خطاف هذا كان حامل البيرق يعني شايل العلم وكثير من الرشايدة مجموعة شبيرة من الرشايدة في هذه المعركة استشهدوا ايضا فرحان بن سودان العنزي ادخيل بن طوال الشمري ومجموعة تقريبا تصل الى 37 شهيد اغلب اسماءهم تلقاهم موجودين في كتب التاريخ كون ان هذول الشهداء من كل القبائل هذه عطت ايضا ميزة اخرى ان الكويت تصهر من يدخل فيها ويعتبر من مواطنيها وهذه الايجابية راح نشوفها على مدار التاريخ ويمكن يعني تبلورت اكثر واكثر في الغزو الصدامي على الكويت وشلون كانوا شهداء الكويت اسراء الكويت من كل الاطياف الكويتية هذه الوحدة هذا التعاطف هذه الوحدة الوطنية اللي نتمنى ان شاء الله تنمو وتنمو من اجيالنا القادمة والصاعدة ان يحافظون عليه هذا ايضا ان الكويت اصبحت الان دولة ما اصبحت قبيلة ما اصبحت تنتمي الى قبيلة معينة لا اصبحت دولة وتصهر كل القبائل والمذاهب في هالفترة ايضا لما اخسروا الكويتيين لما حس الشيخ خزعل مقدار ما اخسرته الكويت من الاسلحة ارسل الى الشيخ سالم خمسمية بندقية هذا ايضا دليل بان الشيخ سالم ايضا وطد العلاقة مع الشيخ خزعل حاكم لمحمرة اللي هو كان صديق والده ارسل خمسمية بندقية من احدث الانواع ذاك اليوم يسمونها الخزعليات نسبة الى الشيخ خزع الكبار بالسن يعرفون هذا النوع من العتاد مع مقدار من العتاد والذخيرة وطبعا هذا لقى صدى ايجابي وطيب من الشيخ سالم ومن الكويتيين بشكل عام بعد حمض بدوا يسمعون بان ايضا في احتمال ان يكون هناك محاولات اخرى لزعزعة الام الكويتي لزعزعة النظام بالكويت لزعزعة الحكم بالكويت للاستيلاء على الكويت فعلى طول جمع الشيخ سالم مجموعة من الكويتيين وقال لهم شو تشوفون شو تشورون شو تنصحون فالكل اجمع بان لازم نبني السور الثالث هذا طبعا السور الثالث اللي الان بقاياه موجودة الابوابات موجودة فبعد حمض على طول قبل الجهرة بنوا السور فامر الشيخ سالم باغلاق الاسواق عدة ايام الاسراع في بناء السور لانه طبعا خشوا ان الاخوان مرة ثانية يهجمون عليهم بناء السور كان في شهر رمضان المبارك وهو السور الثالث والاخير لحنا قلنا ثلاث ثلاث اسوار وبوابات ايضا مثل ما قلنا ما زالت موجودة واللطيف ان دكتور عبدالله الغنيم مدير مركز البحوث والدراسات الكويتية كتب كتاب وايد جيد عن سور الكويت اسمه سور الكويت الثالث بنائه وحمايته في وثائق الحميضي والخالد انتبهوا يعني حتى العوائل الكويتية يعني طريقتهم انهم كانوا يوثقون كانوا يكتبون اش قاعد يصير وهذا راح نشوفه نواخذ الكويتين موثقين كثير من امورهم الحكام الكويتين موثقين رسائلهم العوائل الكويتية ايضا عندهم وثائق كثيرة والطريف انه الان يعني مركز البحوث والدراسات الكويتية يتقبل هذا النوع من الوثائق وكثير من العوائل الان بدت تعطيه هذا الوثائق وعندهم يعني جانب خاص يقدرون يجددون هذه الوثيقة مهما تكون يعني قديمة وبالية وكذا لا عندهم ولله الحمد ناس ما شاء الله اهل خبرة يجددون هذه الوثائق يعني يعدلونها يطبعونها وينشرونها وصير مركز يعني جيد ايجابي للباحثين والدارسين فهذا الكتاب من خلال وثائق آل الحميضي وآل الخالد يبين لك يعني شلون بدأ السور شلون بدأ الترتيب الاداري والمالي شلون يوزعون الفلوس على أشخاص معينين قسموهم يبين لك شلون الكويتين كانوا إداريين ناجحين في هذه القضية من خلال ما راح نقوله إذن يعني السور اشترك فيه كل أهل الكويت قسمت كل منطقة ياخذها مجموعة من نفس الأهالي ويعتبر يعني بناء السور من أكبر المشاريع الأمنية اللي بنيت في عهد الشيخ سالم المبارك من حيث حجمه لأنه تغريبا حجمه ثمانية كيلو وخمسميال يمكن من حيث تكاليفه أيضا راح نعرف تكاليفه من حيث سرعة إنجازه هنا بعد أنت با عندك عمالة أجنبية كويتين نفسهم وصيام شهر رمضان المبارك فكانوا يقيلون بالنهار ويبنون بالليل خلال شهرين لأهم مخلصين من حيث أسلوب الحراسة أيضا طريقة الحراسة وأسلوب الحراسة ومسوينا على طابقين يقدر الواحد يروح فوق ويوقف يقدر يشوف اللي يأين فأوكل الشيخ سالم إلى أعيان البلاد في كل حي من أحياء الكويت مهمة الإشراف على المتطوعين وتوزيع السلاح وتنظيم أملهم ونستشهد بوثائق آل الحميضي الخاصة اللي قدمها أحمد محمد صالح الحميضي وأيضا وثائق آل الخالد أنه عند المركز حوالي 1380 وثيقة يعني ما هو عشر ولا عشرين 1380 يمكن بعد أكثر فإذن عندنا هذا السور الثالث السور الأول صار 1770 السور زمن عبد الله الأول السور الثاني 1811 زمن جابر الأول السور الثالث الآن 1920 زمن الشيخ سالم طولة حوالي خمسة ميال الناس يقولون أقل ناس أكثر بس حروة شيذية الخمسة ميال يعني تقريبا تكون ثمانية كيلو متر في بوابات ما زالت موجودة دسمان بوابة الشعب بوابة الشامية بوابة الجهرة بوابة المقصب كلها الحمد لله يعني من البوابات اللي حفظت وما زالت الآن يعني في التراث الكويتي موجودة أيضا عندنا كتاب اليانور كالفرلي اللي هي طبيبة في مستشفى الارسالية الأمريكية أيضا اكتبت كتاب الكويت قبل النفط والزين اللي فيها إنها أيضا أرخت للسور وبينت شلون الكويتين بنوا هذا السور يقال بأن تكلفة السور 200 ألف ربية لما نقول 200 ألف ربية يعني مو كلام بسيط في ذاك اليوم طبعا الكويتين كانوا ما يقصرون بقدر الأمكان كانوا يحاولون يعني يدفعون هذه المبالغ أيضا الحكومة ذاك اليوم اللي قدرت عليه خلته هنا راح نشوف العمل الإداري الناجح في هذه الفترة أي شيخ سالم كان يخلي مسؤولين ماليين للصرف على العمال على البناء فخلى تقريبا خمسة منهما الخمسة حمد الخالد الخضير محمد بن حمد العتيجي عبدالله راشد الهاجري محمد علي بن حيدر محمد رفيع معرفي والشيخ سالم لحمود الصباح هذول أصبحت الآن مسؤوليتهم الإدارية مسؤولية المالية أن يشوفون المناطق هذاش تحتاج يقوم أن أهم عاد بالواجب بإعطاءهم الأموال بإعطاءهم العينيات وبقدر الأمكان تقريبا خنقول الإشراف الإداري والمالي والكتاب أيضا فيه وثائق كثيرة اللي يحب طبعا مراجعتها وهني أيضا مرة ثانية يعني كثير من عوائلنا كثير من أهالينا ترى عندهم وثائق اللي عنده وثيقة بيت اللي عنده وثيقة الزواج اللي عنده وثيقة قاري اللي عنده وثيقة شرطي وايد وايد عندنا هذا الوثائق فوايد زين يا أخوان يا عزائي يا أهل الكويت أن يكون عندنا مكان واحد لهذا التوثيق اللي هو مركز الكويت للدراسات للبحوث والدراسات أصبح مؤسسة علمية وطنية تهتم وتحافظ على التراث الكويتي فجيد أننا نتعاون معها نوصل الآن إلى ختام هذه الحلقة ونتمنى لكم وقت سعيد إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة القادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة